موسيقى يا صباح السحة والخير والجمال والشمس يطال عاما معرحة البال يا صباح السحة والخير والجمال والشمس يطال عاما صباح الخير مشاهدين اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة والصباح السحة والجمال النهاردة يوم الاثنين تسعة سبتنبر 2019 واثناشر من ربيع الاخر الف ربعمية واحد واربين النهاردة مشاهدين كل يوم اتنين زي ما انتم معودن اذا ما احنا متعودين دايما بنحب بنجيب فقرة طبية كده بنتكلم فيها وبندي توية للمشاهد ان هو ازاي تعامل مع معظم الحياة اللي احنا بنبقى فيها والاعراض كمان اللي ممكن تقابلنا النهاردة خصصنا الحلقة لأي سيدة حامل النهاردة بقى تتابعنا طبعا فترة الحمل بتبقى صعبة جدا واوقات بتبقى مرهقة السيدة وبتبقى تعبانة وببقى فيه ألم في الحمل ومشاكل كتيرة جدا لكن فيه مشاكل تانية بتواجهها السيدة في فترة الحمل هنتكلم هنخصف بقى الحلقة عن تسمم الحمل تسمم الحمل ده معظم السيدات ما بتبقاش واخد بالها ومتبقاش عارفة هل ده تسمم حمل ولا أعراض الحمل الطبعية تعالوا النهاردة نعرف مع بعض ايه هو تسمم الحمل ما بين الأعراض والأسباب وأهم حاجة الوقاية وكمان طرق العلاج ايه هي مع الدكتور اللي مشرفنا النهاردة محمد حسين أستاذ النساوية التوليد بطب عين الشمس مشاهدين هنروح لفاصل ونجعل نستقبل ضفنة ونكمل حوارنا يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طال عاما مع راح وارجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معاكم صباح الصحة والجمال ونهاردة بنتكلم عن تسمم الحمل أعراضه وأسبابه والوقاية منه وكمان أهم حاجة العلاج تعالوا نعرف مع بعض معضفنا العزيز النهاردة الدكتور محمد حسين واستاذ النساوية التوليد بطب عين الشمس صباح الخير وأهلا بحضرتك صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين شرفتين يا دكتور محمد ربنا أخليك شرفينها موضوع مهم جدا يا دكتور محمد للأسف فيه سيدات كتيرة جدا طبعا الحمل بقى بحصل فيه أعراض كتيرة بس بقى هنا السيدة مبتعرفش إن ده تسمم حمل ولا ده أعراض الحمل الطبيعية بس في البداية نعرف مشاهدينا تعريف إيه هو التسمم الحمل تمام أولا شكرا لحضرتك على إصارة الموضوع الحيوي جدا ده وإحنا موضوع تسمم الحمل فعلا موضوع اسمه غير باطنه يعني ظاهره غير باطنه الناس لما تسمع كلمة تسمم حمل فكل مخها بيروح على الأكل والشرب يقولك يعني كالنا حاجة غلط يعني جالنا تسمم يعني البيب يعمل لنا تسمم هو كلمة تسمم الحمل هو ظاهر المفهوم غير خالص باطنه التسمم حملي يعني ارتفاع في ضغط الدم مع وجود زلال في البول وده متلازمة بتحصل فيه النص التاني من الحمل ليس له أي علاقة بالأكل ليس له أي علاقة بالشرب ليس له أي علاقة بالتسمم يعني هو ما هواش تسمم بمعنى التسمم اللي احنا فاهمينه ان احنا ناكل الأكل غلط او ناكل ده غلط او كده زي يقولوا مثلا الفسيخ والرنج ده مفهوم خاطئ ده مفهوم خاطئ بالضبط كده احنا بنتكلم تسمم حملة هو مصطلح اطلق على حاجة مرضية حالة مرضية متلازمة مرضية بتحصل في النص التاني من الحملة عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم مع وجود زلال في البول طبعا زي ما حضرك قلت الوقت ارتفاع ضغط دم وزلال في البول دي أعراض ما تقدرش الستة تعرفها يعني عمر الستة ما حتيقص الضغط لنفسها عمر ما الستة هتعرف ان فيه زلال في البول من نفسها وبالتالي اللي هيشخص كلمة تسمم حملة هو الطبيب المعالج للست اللي هيقص لها الضغط وحيلاقي ضغطها بدأ يعلى ولا هيعمل لها تحليل زلال في البول حيلاقي فيه زلال في البول فلما يلاقي الاتنين دول حصلوا في النص التاني من الحملة وبدأ تدي اعراض مرضية او مشاكل صحية او مضاعفات صحية على الام او الجنين يبقى ده اسمها تسمم حملة اه يعني انا مثلا في بداية الحمل يا دكتور يعني بيحصل غسيان بيحصل ضوخة بيحصل كده افرق ازاي هل في الاعراض بقى اللي بتباني على السيدة تقول على طول دي تسمم حملة تمام فزي ما احنا قلنا كده هو ما بيحصلش في النص الاول من الحمل هو بيحصل في النص التاني من الحمل يعني احنا منتكلم ما بعد الشهر الخامس او السادس هو ده المعرضة الست اللي تسمم الحمل الاعراض اللي حدريك ذكرتها هي اعراض بداية الحمل يعني الواحدة اول ما بتحمل بتحس بايه زي ما حضريك قلت كده تحس ممكن الم في البتديين تحس انها عايزة تدخل الحمام كتير قيء او غثيان تسعى منهم الصبح مش قادرة او ترجع او كده دي اعراض اسمها عراض بداية الحمل ما لنجدعو بيها خالص وما ليس لها علاقة بتسامهم الحمل اما الاعراض بتاعة تسامهم الحمل فهو بيحصل في النص التاني من الحمل ارتفاع ضغط الدم ليه شوية اعراض من ضمنها ان الست تحس بصدع طب ما يقولك كل الستات الحوامل عندها صدع ممكن يبقى عندها شوية زغلالة في العينين انها ما تبقاش الرؤية عندها غير متضحة تورم في القدمين انها تحس ان هي رجليها ورمانة او الورم ده وده يزيد تقولك طب ما هي الاعراض دي زي ما حدك بقى بتقول هي اعراض مشابهة كتيرة جدا للحامل مفيش واحدة حامل رجلها ما بتورمش مفيش واحدة حامل ما بيجي لها الصدع من الارهاق والتعب وكلام ده بيجي لهم صدع الزغلالة في العينين مش مون لازم تكون من اعراض تصمم الحامل لا ممكن تكون من اعراض الحامل العادية من اعراض برضو تصمم الحامل ان ممكن يبقى فيه الام في فم المعدة او حرقان او حموضة طب ما تقولك كل الستات الحوامل عندها كده الحموضة دي بتبدأ لاخر الشهر كمان لغير تسعة شهور وبالتالي زي ما حدك قلت كده هو الست مش هتعرف من نفسها ان عجلها مشكلة الا لما هتروح الدكتور المعالج والدكتور المعالج هيبتدي يربط الاعراض اللي هي بتشتكي منها مع المعايير الطبية اللي هو لقاها سواء كان اتفاع في ضغط الدم او جهود زلال في البول يبتدي يعمل لها بعد التحاليل والفحوصات لو لقى الكلام ده بدأ يؤثر سلبا يعني فيه مضاعفات على وظائف الكلا او الكبد يبقى ده اسمه تسمم الحامل يبقى تسمم الحامل بيحصل في النص التاني من الحامل الست مش هتعرفوا من نفسها ابدا الست لازم تروح لدكتور متخصص يقص لها الضغط ويشوف الزلال وبالتالي لو لقاهم عليين يبتدي يطلب تحاليل وفحوصات ليها وللجانين بتاعتها اذا ثبت وجود مضاعفات ده اسمه تسمم الحامل السيد دكتور كمان يعني فيه سيدات كتير جدا ما تقول لا انا هروح لي للدكتور احنا كلنا خلفنا في البيت وكلنا حياتنا يعني كاتمشي عادي وما حصلش اي حاجة لكن للأسف بقى طبعا سوق التغذية اللي بقنا فيه والاهمال الفضيع ده كل السيدة بقيت تهمل شوية في الموضوع ده فلازم يبقى فيه متابعة مستمرة في الحامل طبعا طيب من هنا بقى نقول الاسباب بتيجي منين يعني السبب اللي بيخلي الستي جيلها تسامم حامل طبعا حضريك اصابتي نقطتين دلوقتي ان المتابعة والاسباب اول حاجة المتابعة احنا يكفي ان احنا نقول هو الحامل ده شيء فيسيولوجي يعني ده تغير طبيعي بيحصل لاي واحدة في الدنيا احنا ما بنقولش حتى انسان لا بيحصل لجميع الكائنات الحياة عندما تتزاوج الانسة تحمل وتجيب اطفال وبالتالي ده حدث فيسيولوجي ما هواش مرضي ولكن على الرغم انها فيسيولوجي الا انه يحتمل نسبة وفيات وفيات اعلى بكتير من النسب الطبيعية وبالتالي بما ان ليه مضاعفات وليه نسب وفيات وليه مربدتز ومربدتلتز يعني ليه مشاكل ممكن تحصل فلابد من المتابعة الجيدة المتابعة الجيدة هي اساس اساس متابعة الحامل ده اساس صحة المرأة واساس صحة الجنين ده بالنسبة للمتابعة بالنسبة لقصة ليه يحصل ومين السيدات المعرضة ليه تسامم الحاملة بيحصل اكتر نسبة حدوثه في السيدة البكرية اللي هي اول حاملة ليه على الاطلاق اسباب حدوثه حضرتك ده اسيرت على مدى الميد سنة اللي فاته وطلع العديد والعديد والعديد من الفحوصات الطبية والعديد من النظريات الطبية لمحاولة ايجاد سببه وفشلت جماحة حتى هذه اللحظة اللي بتكلم حضرتك فيها في ايجاد سبب ليه ما احنا لو قرفنا السبب حنوقفه مش هيحصل المرض ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لابد من حدوث المرض وحيحصل لكن احنا نقدر نقل النسبة حدوثه بالحاجات اللي هقولها لحضرتك دلوقتي ونحط فيه هارس جروب اللي هو الجروب المعرض اكتر لحدوثه اولا السيدة البكرية اللي هو اول حمل لها دي اكتر واحدة لازم تتابع واكتر واحدة لازم تاخد بالها من إياس الضغط والزلال بتاعها بصفة دورية بصفة دورية خلال 9 شهور دكتوري حمد؟ خلال 9 شهور لا سيامة في النص التاني من الحمل فدي اول واحدة اللي هي اول مرة تحمل في حياته تاني حاجة مريضة الضغط العالي مريضة الضغط العالي أصلاً اللي كان عندها ضغط من قبل الحمل دي أكثر عرضة لتسمم الحمل عن السيدة العادية اللي كان ضغطها كويس مريضة سكر اللي عندها ارتفاع في السكر وعدم انتظام في السكر أو سكر قبل ما تحمل السيدة دي بيبقى عندها عرضة أكتر لحدوث تسمم الحمل ارتفاع سن الحمل يعني لو الست حمل بعد سن 35 فما فوق فدي سيدة معرضة أكتر لاني جالها تسمم الحمل او لو بنوت صغيرة حملة 16 سنة و 17 سنة وحاجات زي كده زي لما بيحصل لأرتفاع دول برضو معرضين أكتر لتسمم الحمل يعني الستة لما تكون كبيرة عمرها كبيرة في السن أوي أو صغيرة أوي يجيل تسمم حمل دكتور محمد فيه تسمم فيه اللي هو السكر لا السكر بيبقى ده اه فيه واحدة بيجيلها سكر وهي حمل صح وهي حمل سكر حمل هي دي برضو عرضة للي يجيلها تسمم حمل السكر سواء كان سكر قديم أو سكر جديد معرضة أكتر لتسمم الحمل بس مين أكتر اللي هو السكر القديم اللي هو السكر الكرونيك اللي هو السكر على المدى الطويل هو ده اللي يزود نسبة تسمم الحمل أكتر ولكن لو السيدة جالها سكر حمل فهي معرضة أكتر برضو لوجود تسمم الحمل في نفس هذا الحمل الأمراض المناعية يعني لو واحدة عندها مرض اسمه الزئبة الحمراء أو بعض الأمراض المناعية هو اللي ثبت علميا إيه اللي ثبت علميا إن مرض تسمم الحمل ليه أصل مناعي الأصل المناعي دوة إن الجهاز المناعي بتاع السيدة بيتعرف على بعض جينات الحملة وبالتالي بيبتدي يهاجمها بينتق عن كده فازو سبازمي يعني بينتق عن كده ضيق في الأوعية الدموية العامة في جسم السيدة فالأوعية الدموية اللي فيها الدم دي لما تضيق يعني تتقفل يبتدي الضغط يعلى جوه الوعاء الدموي فإحنا نقيسه للاقي الضغط عالي وفي نفس الوقت الوعاء الدموي ده لما يتقفل الدم اللي داخل الكيلية بتاعتنا بيقل فبينتق عن كده إن الكيلية دي تبتدي تسرب بروتين أكتر فلما نيجي نعمل تحليل الضلال نلاقي الضلال في البول وكذا فهو من ضمن أسبابه الأمراض المناعية عشان هو في الأساس ليه أساس مناعي ليه أساس نتيجة وجود جينات جديدة عشان كده السيدة الحامل لأول مرة اللي هي البكرية لأول مرة تتعرض لجينات جوزها اللي هو البيبي ده بتعجوزها أصلاً اللي جواها وبالتالي بتبقى معرضة أفضل لتسمهم الحامل وهم دول المجموعة الهايريسك جروب اللي احنا لابد أن نعمل أكثر عرضة لأنه هم ممكن يجي لهم تسمهم الحامل طيب ناخد تليفون معنا ونكمل حوارنا صباح الخير يا أم محمد وأهلاً بيكي فضلت معنا وقت طويل طيب تابعينا تاني يا حبيبك تابعينا تاني طيب دكتور بقى التشخيص شيء مهم جداً جداً يعني أول ما شخص الحالة أعرف على طول هتجه فين وأعمل إيه تشخيص بقى دي مهم جداً طبعاً هو المتابعة الدورية زي ما احنا قلنا دي أهم حاجة خالص أنه يبقى فيه متابعة دورية أثناء فترة الحمل كلها إذا وجد الطبيب أن فيه بدأ يبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم عن المعتاد يعني هو طول الحمل بيقيسه 120-130-130-130 وكذا وجيه فجأة لا الضغط يبقى 150-90 أو 160-100 يبقى حاصل ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم لابد أن ينتبه في اللحظة دي وما يقولش لا إحنا دايماً لما نقيس الضغط عندنا مشكلة كده برضو في المعلومات المصرية إن إحنا لما نقيس الضغط والستة أول ما ضغطها هي علي يقول لك معلش يا دكتور هي مضطربة شوية هي زعلانة شوية هي أصل حصل حاجة زعلتها أصل هي وإحنا جايين في الطريق الطريق كان واقف فهي معلش ضغط ده بس حتلاقيه أوكلت حاجات حدقة يا دكتور فهي ضغط لا تلاقيه علي شوية ويرفض تماماً الاعتراف بإن فيه حاجة اسمها ضغط بيعلى ودي بداية حاجة مقلقة جداً للسيدة طب أم محمد رجعت معنا تاني أهلاً بيك يا أم محمد السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وإحنا أسفين على التأخير يا أم محمد أهلاً بيك حضرتك يا دكتور أنا جان عندي شخصة 4 مرات وعننا في تفرير وده مش الجانين مش المدى فنب دلوقت أنا حاعمل والدكتور عمل حق بتحديد جيس بكل الحقوب نعم طب أم الحق عندي تعطينا هل صحة ولا أنا خايفة من يحصل الشهاد المرة دي كمية لأننا نفت كثير هو الإجهاض اللي فاد ده كان في الشهر كم؟ بس نعطي يعني ندل المدى لغات خلسين يوم شهرين كده مش المدى فنب نهائي تمام حاضر نجاوب حضرتك حاضر أوكي يا أم محمد تابعيني حاببت طبعاً أم محمد سألت سؤال بس هو ليه علاقة بتسمم الحمل بس من بعيد شوي هو نفس القصة اللي هي الأمراض المناعية الأمراض المناعية اللي بتحصل للسيدة الحامل أثناء الحمل لجسمها يطلع أجسام مضادة هذه الأجسام المضادة تهاجم الحمل أو تهاجم جسمها بيانتق عن كده فيه ناس يجيلها تسمم الحمل وفيه ناس يجيلها إجهاض متكرر زي السيدة اللي اتصل للدلوقت والإجهاض المتكرر اللي هي علاقة بتسمم الحمل؟ علاقة وطيطة جداً عشان هو نفس الأساس زي ما احنا بنقول كده أن السيدة اللي عندها مرض مناعي أو عندها الجهاز المناعي بتاحها فيه خلل وبيطلع أجسام مضادة كتير هي نفس السيدة دي الأجسام المضادة بتهاجم الحمل تسبب إجهاض متكرر تهاجم السيدة تسبب ضيق في الأعوية الدموية تهاجم الجنين تسبب إجهاد أو تسبب ضعف في الجنين فهو الأساس واحد اللي عندها إجهاد متكرر عشان تأخذ الإبر اللي تحت الجلد اللي هي بتقول عليه إبر السيولة دي لابد أنها تعمل تحليل الأجسام المضادة وتحليل الأجسام المضادة يثبت أنها محتاجة أنها تأخذ هذه الأدوية لو تحليل الأجسام المضادة يا أمو محمد بيقول أن أنت محتاجة عندك زيادة في الأجسام المضادة وجسمك فيه خلل مناعي لا بد أنها تأخذي حقن السيولة حقن السيولة دي بيساء استخدامها جدا 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 كل واحدة سقطت مرة أو مرتين تروح للدكتورة فيديها إيبا سيولة بدون ما يتأكد من التشخيص حقن السيولة الحقنة الوحدة ممكن توصل لستين وسبعين جنيه يوميا وده إرهاق مادي قوي جدا جدا على السيدة الحامل تبو الحقن جي دكتور بتاخدها طول فترة الحامل 9 شهور وبالتالي ما ينفعش حرام إن احنا ناخدها من الناحية الصحية ومن الناحية المادية إلا بدليل طبي والدليل الطبي إنها تعمل تحليل أجسام مضادة وتحليل سموترومبو فيليا جين تتأكد إن عندها هذه السبب اللي تاخد عليه حقن السيولة نحن برضو دكتور محمد هدفنا التوعية برضو للناس لأن معظم برضو السيدات بتكسل جدا تروح للدكتور تقول لا أنا قويسة ما فيش أي مشكلة بس للأسف بتواجه حاجات كتير طيب حضرتك بقى قلت النساء الأكثر عرضة لأنهم ممكن يجي لهم تسمم حمل والصراحة حضرتك ذكرت ناس كتير قوي سيدات كتير قوي بس مشكلة يا دكتور محمد دلوقتي بقى إحنا عايزين نهرف يعني أنا أحافظ على نفسي إزاي إن أنا ما يجليش أساسا تسمم حمل آه طرق الوقاية ده أهم حاجة في الحالة وده أهم رسالة عايزين نوجهها للنساء إحنا أهم شيء على الإطلاق إحنا لو جالها تسمم حمله خلاص والكبد وتوصل في مراحل من المراحل بعد الشر لتسمم شديد جدا في الجسم كله فشل في وظائف الجسم كله وأحيانا إلى الوفاة بعد الشر إحنا نقدر نحمي نفسنا المرة القادمة عن طريق أولا سبت علميا إحنا هنقول المصبت الأول علميا الذي لا يد ليس له مجل الشكل أولا إن الست لو خدت أسبرين أطفال من أول يوم في الحمل حيقلل نسبة تسمم الحمل في الحمل القادم فأي سيدة أصيبت بتسمم حمل في الحمل اللي فات لابد أنها من أول يوم في الحمل بتاعتها تاخد جرعة صغيرة من أسبرين والأطفال بيعمل إيه بقى لا يعني يعني ما أنا كده أنا مثلا أول مرة أكون حامل لا أول مرة لا وجالي تسمم حمل بعد كده ممكن يجيلي تسمم حمل تاني معرضة جدا معرضة بالضبط كده معلاء والأساس المناعي ثابت يبقى هي معرضة لوجود تسمم حمل تاني فأنا لازم أخد بالي وأخد أسبرين بقى أبتلي بالضبط كده من أول يوم في الحمل أخد أسبرين أطفال بجرعات بسيطة أسبرين الأطفال بيعمل إيه ده بيعمل سيولة بسيطة في الدم وبالتالي المرض المناعي لما يجي هاجمني ما يقدرش يعمل جلطات في الجسم فدي أول حاجة أقدر أخدها أعمل تحليل للأجسام المضادة بتاعته لو الأجسام المضادة فعلا جسمي عنده خلل مناعي وبيؤدي إلى وجود أجسام مضادة ضد الحمل لابد أن أنا أخد إيباريستيولة للسيدة لسه عشان كده قلت حضريك التصالة من محمد كان قريب جدا مننا إن إحنا إيباريستيولة دي أحيانا بناخدها عشان نقي السيدة في الفترة القادمة من تسامهم الحمل إذا ثبت وجود أساس مناعي للمرض في تحليل الأجسام المضادة بتاعته خلال التسعة شهور خلال التسعة شهور بالضبط كده مشكلة اللي سهل جدا بقى إيه كالسيوم الكالسيوم رأس الكالسيوم أو إن أنا أخد هاي كالسيوم ضايت إن أنا يبقى الأكل بتاعي فيه كالسيوم أو إن أخد عقاقير مستحضرات الكالسيوم دي بتؤلل نسبة تسمم الحملة بملايات دادع مجالا للشك وبالتالي أنا أخد كالسيوم من أول منتصف الحمل من الشهر الرابع أو الخامس هيقلل نسبة تسمم الحملة في الحمل اللي أنا باخد فيه الكالسيوم دي الحاجات المثبتة علمية طبعا إنها تبتدي تاخد بالها من النظام الغذائي بتاعها آه النظام الغذائي ده مشكلة كبيرة جدا لإن في بداية الحمل بيبقى نفسهم مشروحة خالص للأكل بيتعبوا جدا بالضبط كده يبقى الأكل لازم أكل مفيد أكل صحي ما يبقاش مليان ملح ما يبقاش فيه هاي كالوريز ما يبقاش إن أنا بأكل فيه دهون كتير أو نشويات كتير لا أكل كتير خضار وصلة أو فاكها وبروتينز زيت السمك أو الأوميجا من ضمن الحاجات اللي موجودة كمستحضرات وموجودة في الأكل بتاعنا اللي أنا لو خدتها هتقلل نسبة تسمم الحملة أنا كنت لسا أسأل حضرتك يا دكتور محمد فيه تابلتز زيت السمك فعلا ده لما أخده بيمنع شوية بتقلل نسبة تسمم الحملة بالضبط كده دايما يقول لحضرتك زيت السمك هو البديل للأسبرين يعني دايما كده الدكتورة اللي بيشتغله على التغذية يقولك الأوميجا هو بديل للأسبرين طب احدا بنقول الأسبرين بيقلل ولو خدنا أسبرين وأوميجا وبالتالي ده هيقلل نسبة تسمم الحملة اللي من ضمن الحاجات اللي بتقلل تسمم الحملة بعضها أنواع الفيتامينز اللي هي مضادات للأكسادة فما أصبت علميا أن فيتامين إي بيقل تسمم الحملة وفيتامين سي بيقل تسمم الحملة فممكن الاستعانة بهذه الفيتامينات أننا أخدها برضو من بداية الحملة حتقلل نسبة تسمم الحملة طبعا لشان مشاهدين يبقوا عارفين إحنا ناقي حاجة واحدة بس يا دكتور طبعا يا الأسبرين حسب الدكتور طبعا تحت إشراف طبيب أو يشوف الحالة إيه طبعا لأن كل سيدة بتختلف عن السيدة التانية طبعا في كل حاجة طيب يا دكتور محمد للأسف في الوقت بدأ ياخدنا فإحنا عايزين أعرف برضو مشاهدين العلاج إيه يعني أنا خلاص جالي أتجه لإيه العلاج إيه أبدأ أخذ الخطوات إيه علشان سلامة الجنيين وسلامة الأمة أهم حتى هو للأسف إذا حصل تسمم حمل يعني بقى فيه ارتفاع في ضغط الدم مع زلال في البول فهي دي حالة كريتيكال حالة خطيرة لابد من التوجه للطبيب أحيانا بتحتاج حجز في المستشفى بنقسم ساعتها السيدات بتواصل تسمم الحمل الجزئين جزء تسمم حمل بسيط دي بتحتاج متابعة طبية تتحجز في المستشفى يتقس لها الضغط بطريقة دورية بيتقس لها الزلال في البول بطريقة دورية بيتعملها وظائف كلا وكابت وصول الدم كاملة ونتأكد إن هذا المرض ما أصرش سلبا على الجنين الجنين وعلى صحتها ولو في أي وقت وصلت للشهر التاسع بنولدها أو لو وصل من تسمم حمل بسيط إلى تسمم حمل شديد أو خطير أو كريتيكال أو يؤثر على حياتها إنه لقينا الضغط عالي جداً مية وتمانين أو مية خمسة وتسعين مثلاً يعني وأرقام عنيفة جداً الزلال في البول بقى كتير جداً البيبي بدأ يتعب جوا بطناء لو في السابع لو في التامن لو في التاسع لابد ساعتها من إنهاء الحمل الحل الوحيد لتسمم الحمل الخطير أو الشديد هو حفاظاً على الست وعلى الجنين بتاعها إنهاء الحمل في أي وقت سواء كان في السابع أو التامن أو التاسع مالوش علاقة بنطج الجنين ولكن إنهاء الحمل هو الحل الوحيد بمجرد إنهاء الحمل وولادة البيبي وولادة المشيمة طبعاً يا دكتور بيقل المرض يعني أهم حاجة السيدة تاخد بالها أي أعراض طبعاً أي حاجة تتجه للطبيب لأن سلامة الجنين وسلامتها دي أهم حاجة طبعاً أشكرك جداً يا دكتور محمد على معلوماتك القيمة والجميلة وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني إن شاء الله بإذن الله شكراً لحظتك والكل المشاهدين شكراً مشاهدينا أهم حاجة صحتنا السيدة الحامل فعلاً لازم تاخد بالها على نفسها وصحتها لسلامتها وسلامة الجنين يارب تكون الحلقة عجبتكو طبعاً بنشكر ضفنا العزيز النهاردة الدكتور محمد حسين أستاذ النساء والتوليد بطبعين شمس مشاهدينا أشوفكو في حلقات جديدة وموضوعات مختلفة وصباح الصحة والجميل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعما معرحت البل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هيطالعما معرحت البل يا صباح السحة والخير والجمال والشمس يطالع ما معرحت البال يا صباح السحة والخير